الاستراتيجيات دي واحد من الحاجات اللي على أساسها بتقوم كل الموضوع كله لو ما نيجي نتكلم عن استراتيجيات حرب أكتوبة كيف تم التخطيط لهذا وكيف تم الوصول له في وسط بقى أن العالم كان مفتوح على بعضه وأن كان عندنا ناس كتير بتحاول تنخل أخبارنا وكانت الروح المعنوية مش أحسن حاجة في وسط الشعب المصري كل ده إزاي تم الانتصار على الإحباط وعلى الهزيمة وعلى الحزن وتحول لهذا النصر العظيم بسم الله الرحيم طبعا أهم شيء في الموضوع أن نحن نوجه تحية إجلال وتقديل الروح الشهداء وأسر الشهداء وللزعيم البطل محمد أنور السادات ما نجيبش أن ننسى أو نخفل بداية من هذا اليوم أو في هذه الذكرى العطرة هذا الإنسان الذي بذل أرواحه في سبيل تحقيق أسمى وأعظم انتصار مصر قدمته للعالم كله وإحنا لازمنا بنتفخر به وبيتتحكي به الأجيال وستظلت تتحكي به أبدا الحياة فتحية إجلال الأرواحهم ومن وعدهم إن احنا كل مقدم تموم لن يضيعها بقى دين المرواح أتنين لم ولن نفرط في حبة رمل من أرض مصر هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حتفال كلية الحربية وتخرج كلية العسكرية وكان ليه في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه كلمة مشهورة إحنا قدرنا نعملها قبل كده وحنقدر نعملها كل مرة دي طبعا على الرأس دي موجودة في ذهن وعقل كل مصر وعقيدة وعقيدة كل مقاتل الشعب والجيش المصري بالضبط تخطيط الاستراتيجي يا فندم مر بعدة مراحل كان لازم نعد السياسة الخارجية كان لازم نعد الاقتصاد المصري كان لازم نعد أجهزة الدولة المختلفة كان لازم نعد قواتنا المسلحة نعد مسرح العمليات ونجهزه أيضا لعداد التكنولوجي لمساحة من هذا الموضوع في إطار تحقيق إنجازات هذا الشعب ودافق لعداد الشعب نفسه مجموعة الاعدادات تي اللي كانت مطلوبة مننا كانت لازم تمشي في مسارات متوازية لتحقيق الهدف النبي إحنا بنعد المقاتل الشعب الداخل للمعارقة من جهة ومن جهة تانية بنعد الاقتصاد المصري عشان تحمل تبعات هذه المعارقة سواء قبل أو أثناء أو بعد بالسياسة الخارجية نشوف مين اللي ممكن نجذبه اللي معنا في ملفنا ومين اللي ممكن نستبعده ممكن مين يكون طرف أصيل نحيده يعني مجموعة من المعاملات اللي يجب أن تأخذ حقها في التعاطي والتعامل اللي أنت أمام قضية مهمة جدا فكان الاعداد الاستراتيجي في إطار التخطيط الاستراتيجي متمثل في عدة عناصر وعدة محاور تدرس في الكليات والأكديميات العسكرية المعنائية هذه الشق الأولين نجي لمرحلة المعارقة نفسها أنا كان عندي قوات موجودة في مناطق التماركس يجب أن أعدها أدربها في مكان وفي أماكن لا تكون في إطار مصرح العمليات ما تكونش مكشوفة بالنسبة للعدو في إطار تحقيق المبادئة أو المفاجأة فالعنصرين دول كان من عناصر أسلحة المشاكل الحديثة لازم يظهروا ويظهروا بوضوح في الموضوع فبالتالي أنا كان لازم أعمل إجراءات التخطيط اللازمة لاستيعاب كل اللي جاي وفي نفس الوقت لعدم إضاح الصورة وكشف نية الهجوم اللي فبالتالي كان هذا الموضوع موضوع عسير وصعب جدا يتطلب احتياطات وإجراءات احترازية غير مسبوقة لأن أنت لازم تعمل هذا الإجراء بحسم وبصورة مباشرة وفي نفس الوقت تعمل إجراءات تخليك ما تبقاش عرضة للانتهاك أو عرضة للتدمير أو عرضة للضغط كان مرواح فكرة انتقال القوات قبل بداية المعارقة في إطار تعبئتها مرة واثنين عشان تصل إلى الخطوط الأممية استعداداً للاختحام دي في حد ذاتها كانت ملحمة بطولية أيضاً كيفية في فتحة الفتحة الاستراتيجية للقوات وإجراءاتها والتخطيط ليه تجيز الأرض غرب القناة وتجيز الأرض فيما بعد إلى شرق القناة الشرق القناة دي محتلة بعده فكرة لازم تشوف النقاط اللي موجودة اللي ممكن تصل إليها وتبتتجهزها من قبل المعارقة ما تبدأ من خلال العناصر الفاعلة والمؤسرة من الساقة ومن خلف الخطوط لمصر دي نمرأة اتنين تلاتة فكرة التعاطي مع قناة السويس قناة السويس حالة فريدة من نحة فيها مد وفيها جزر وفيها شوية مجموعة من الإجراءات دي تحدد لك فكرة التخطيط لاختيار الوقت أنسب وقت أنسب شهر أنسب فترة زمنية ممكن تتعمل فيها عملية لك تحمي بتاعتك دائماً المعارج بتبدأ في أول ضوء أو آخر ضوء لكنها تبدأ الساعة اثنين دي كانت جديدة